أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين هذه الآيات أيها الإخوة التي سمعناها تتعلق بشأن الإنفاق وقد مر معنا من بداية السورة هذه الكريمة آيات كثيرة تتعلق بالإنفاق فيها ثناء على المنفقين وفيها أمر بالإنفاق وتأتي هذه الآيات لتبين طريقة الإنفاق وما ينبغي للمسلم أن يلتزمه من الآداب في شأن الإنفاق لأن هذا الإنفاق عبادة يبتغى بها وجه الله فلابد أن تراعى فيها هذه الشروط وهذه الآداب وأول هذه الآيات بيان فضل الله تبارك وتعالى وعظم الأجر الذي أعده للمنفقين ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وهذا القيد وهو قوله تبارك وتعالى في سبيل الله هو عصام الأمر إذا لم يكن الإنفاق مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى فإنه لا حظ لصاحبه فيه ولا خير له فيه ولا يرجى منه ثواب عند الله تبارك وتعالى والمقصود في سبيل الله بسبيل الله كل أوجه الخير والإنفاق التي يطلب من الإنسان المسلم أن ينفق فيها ولا شك أن أمر الجهاد أعظمها ولا شك أن أمر الجهاد أعظمها أعظم هذه الوجوه ولكن الوجوه الأخرى الإنفاق في مصالح المسلمين هذا كله أمر مقصود وهو من سبيل الله ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لذلك من باب تشجيع المؤمنين وحثهم على الإنفاق قال كمثل حبة الإنسان عندما ينفق نفقه الله مثل لها بحبة تلقى في الأرض فتنبت منها سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهذا هو ما جاء ذكره في أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة الحسنة الواحدة فالله مثل لها بالحبة تزرع في الأرض تخرج منها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وهذه سبع مئة من حبة واحدة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ما عند الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يقدر ولا يدخله الحساب البشري هذا ما عند الله سبحانه وتعالى واسع لا يحد قال تبارك وتعالى بعد ذلك مثنيا على من ينفق ما له في سبيل الله قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه شروط قبول الإنفاق أن يكون في سبيل الله وأن لا يتبع من صاحبه بالمن ولا بالأذى المن ما هو المن أن الإنسان يذكر هذا المحتاج أو هذا الفقير أو هذا الذي ساعده أو أنفق عليه يذكره بما صنعناه من النعمة يذكره بها دواما أنا أعطيتك أنا أنقذتك أنا فعلت لك ما لم يفعله لك أبوك ما لم تفعله لك أسرتك هذا المن فيه إثقال على نفوس الناس وفيه أذى كثير هو هذا من أعظم أنواع الأذى هذا المن يبطل الصدقة فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر عظيم لا بد أن يتأكد الإنسان المسلم من بعده عن المن والأذى قال لا تبطلوا صدقاتكم يعني أنه إذا وجد المن والأذى حتى مع الإنفاق ولو كان كثيرا فإنه يبطل هذا العمل ولا حظ لصاحبه فيه والعياذ بالله وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هؤلاء الثلاثة منهم قال المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أحد هؤلاء هو المنان الذي يمن بهذا العطاء يثقل به على من أنفق عليهم على من أعطاهم يؤذيهم هذا من أعظم أنواع الأذى المن نعم ثم قال تبارك وتعالى هؤلاء هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ويبتعدون عن المن والأذى لهم أجرهم عند ربهم لا تسأل عن أجرهم أجرهم تكفل الله تبارك وتعالى به كما تكفل بأجر الصيام جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي قال وأنا أجزي به فهنا الله سبحانه وتعالى تكفل بأجر المنفقين من غير أن يبين حدا ولا عددا قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يضيع شيء مما أنفقوا ولا ما تكلفوا به إذا كان هذا في سبيل الله واجتنب فيه المن والأذى ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى أدبا اجتماعيا يجب أن يتحل به المسلمون جميعا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدى الصدقة هذه التي تقدمها للمحتاج حتى ولو كانت كبيرة إذا اقترنت بالمن والأذى لا خير فيها خير منها إذا لم تستطع أن تبذل أو ما وجدت أو ما رغبت أن تقول قولا معروفا كلمة حسنا جزاك الله خيرا أعطاك الله رزقك الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك قول معروف ومغفرة ما معنى مغفرة التجاوز التجاوز عن من؟ التجاوز عن السائل الملح فيه بعض السائلين يلح عليك ويكثر عليك ويطلب وتصرفه ويأتيك مرة ومرة ومن أمامك وعن يمينك وعن يسارك هذا لا بد أن تتجاوز عنه قول معروف أن تعتذر لهذا السائل أو أن تتجاوز عنه لأنه أكثر وألح عليك ومغفرة لا تجازه بأن تشتمه أو تؤذيه أو تضربه قال خير من صدقة يتبعها أذى وهذا أدب كريم الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل الخير فلا أقل من أن يحسن القول أن يحسن التصرف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ثم قال تبارك وتعالى مبينا شؤم المن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى المن والأذى هذا يبطل أجر الصدقة تذهب هباء كأنها لم تكن تكلف صاحبها وبذل مالا ولكنه من فيه أو آذى المحتاج بطل عمله لا خير له فيه وضرب الله سبحانه وتعالى له مثلا وتكرر في شأن الإنفاق ضرب الأمثلة والله سبحانه وتعالى يضرب هذه الأمثلة ليسهل على الناس تقبل الأحكام ليسهل على الناس تصور هذه التشريعات التي جاء بها الحق تبارك وتعالى لمصلحة الخلق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل هذا في الآية الأولى هنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني هذا الذي يمن ويؤذي في صدقته قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا أيضا من أعظم أبواب الفساد فساد الصدقة وفساد الإنفاق لأنه يدخل على الإنسان المسلم فيه في عمله مراءات غير الله تبارك وتعالى يعني قصد غير الله وقد جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا فالذي يرأي بعمله حتى ولو كان هذا الإنفاق كثيرا كبيرا يتطلع إليه الناس ويثنون به عليه إذا كان يتطلع لهذا الإنفاق ينتظر أن يشكر على هذا أن يقول له الناس جزاك الله خيرا أنت المحسن الكبير أنت الذي دائما تبذل وأنت كذا وأنت كذا إذا قاله الناس وهو لم يسأله هذا لا حرج عليه فيه لكن إذا كان هو يقصده يقصد أن يتباهى بعمله وأن يقول الناس له هذه الكلمة حتى ولو كان قد جمع هذا القصد مع قصده وجه الله فإن هذا العمل يبطله هذا القصد يبطل العمل كله وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الرياء الرياء هذا الشرك الخفي والعياذ بالله هذا من أعظم وأخطر الأشياء التي تبطل الأعمال فالله ضرب المثل هنا قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ما معنى هذا المثل؟ هذا المثل يشبه الله سبحانه وتعالى هذا أمر هذا المنفق الذي ينفق ما له ويرائي به أو يمن به مثله كمثل الصخرة الملساء صخرة الملساء عادة ما يعلق بها التراب والغبار لكن إذا جاء المطر حتى ولو كان يسيرا فإنه سرعان ما ينزلق هذا التراب وتبقى هذه الصخرة الملساء الصماء لا شيء عليها فهذا عمله شبيه بما علق بهذه الصخرة الملساء فجاء المطر فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا عادت كما كانت كأن هذا العمل لم يكن والله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء الذين لا يشكرون نعمة الله ويكفرون بها ويبتعدون عن الشروط ولا يلتزمون بالشروط الواجبة في الإنفاق هؤلاء كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى فلا حظ لهم فيما أنفقوا لكن هناك مثل آخر أيضا لمن ابتغى بإنفاقه وجه الله قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم عندنا مثلان المثل الأول الذي ينفق ويرائي أو يمن بعطائه هذا مثله كمثل هذه الصخرة التي يعلق الملساء يعلق بها الغبار فإذ أول قطر ينزل يغسلها وتعود صماء صلدة لا شيء عليها أما الذي ينفق ابتغاء مرضات الله ويريد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى ويريد شكر نعمة الله وأن تدوم هذه النعمة لأن الشكر دوام النعم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فالتثبيت هذا وتثبيتا من أنفسهم يعني التزاما بشرع الله ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قال كمثل جنة بربوة جنة يعني بستان حديقة بربوة في مكان مرتفع هذه من أفضل الأراضي للإنبات كمثل جنة بربوة أصابها وابل جاءها مطر فآتت أكلها ضعفين يعني هذا الإنتاج الذي خرج منها كان مضاعفا إذا جاء المطر الغزير تضاعف إنتاجها وإذا لم يأتي المطر الغزير وجاء شيء قطر يسير فإنها تنبت ولا تظلم مما أتيته شيئا هي في كل الحالين منتجة هي في كل الحالين دارة نافعة لصاحبها فهذه الصدقة التي يؤتيها صاحبها يبتغي بها وجه الله ويريد بها الثبات على أمر الله تبارك وتعالى مثلها كمثل الجنة في هذا المكان المرتفع الطير إذا جاءها المطر الغزير تضاعف إنتاجها وإن جاءها شيء يسير من القطر آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فالله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى مطلع الرقيب على عمل العاملين هل أراد بعمله هذا مرآة الناس أو أراد به وجه الله وكل جزاؤه عند ربه يوم يلقاه ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خاطب عباده المؤمنين حتى يتنبه في قضية الإنفاق أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذا إنسان في مقتبل حياته وفي شبابه زرع أرضاً ونماها وسقاها حتى أثمرت وآتت من كل الثمرات فيها من كل الثمرات فيها من أنواع الأشجار وأنواع الثمار وهذا كان في شبيبته فلما كبر تقدمت به السن جاءها إعصار صار هذا رياح شديدة فيه نار فأحرقها لم يعد فيها شيء انتهى كل شيء في هذه الحديقة هو الآن في سن لا تمكنه من أن يعود ليزرع وينمي ويصبر هو في هذه السن الكبيرة عاجز وعنده ذرية ضعفاء يحتاجون إلى من يكفلهم لو بقيت الحديقة كما هي في حالها الأول نفعتهم بإذن الله لكن جاء هذا الإعصار فأحرقها وصاحبها لا يستطيع أن يعيد زراعتها مرة أخرى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يعني هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس أو لا يتثبت فيه أو لا يبتغي به وجه الله أو يمن في عطائه هذا مثله كمثل صاحب هذه الربوة كمثل صاحب هذه الجنة التي كان فيها كل شيء لكن جاء هذا الإعصار فاحترقت فلا يستطيع بعد ذلك أن يزرعها وله من الذرية ما يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية متى هذا؟ هذا في يوم القيامة يأتي فلا يجد شيئا مما أنفق لأنه خلطه بالرياء خلطه بالأذى خلطه بالمن فلم يبق له فيه شيء يسوق الله تبارك وتعالى هذه الأمور لنا لعلنا نتفكر حتى يتنبه الإنسان المسلم لشأنه فإذا أنفق شيئا يجب أن يستحضر فيه النية الخالصة لله تبارك وتعالى وأن يبتعد فيه عما يحبط العمل هذا لا بد أن يتذكره الإنسان حتى لا يحبط عمله والعياذ بالله بعد هذا جاءنا الأمر من الله تبارك وتعالى الذي يبين لنا طبيعة الإنفاق ما هو الإنفاق المطلوب نوعية المادة التي ننفقها هذه ما هي هذه هل ننفق من أي شيء يصلح أو لا يصلح لا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مواصفات الإنفاق الذي يتقبله والذي يثيب عليه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما خسبتم سبحان الله حتى يتنبه الإنسان الذي يدخر الطيبات لنفسه ولمن حوله ولا ينفق إلا الفضلات لا ينفق إلا الأشياء التالفة الأشياء التي لم تعد صالحة هذا يبتعد عن منهج الله تبارك وتعالى لأن الله أمر بالإنفاق من الطيب أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق من الطيب كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ها من أنفق زوجين زوجين من مال من مال طيب من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله حتى ولو شق تمرة فإن الله يتقبلها بيمينه وينميها له حتى تكون مثل الجبل في يوم القيامة هذه النفق الصغيرة لكن لأنها نفق طيبة صاحبها الإخلاص قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم إن الله أمر كما جاء في الحديث المتقين أو المؤمنين بما أمر به الأنبياء فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وأمر عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقتناكم وهنا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم فلا بد من أن يتحرى الإنسان الإنفاق من الطيب الذي يجده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن عليه أن يبتعد عن الشيء الخبيث والشيء الفاسد الذي لا يصلح عليه أن يحرص أن ينفق من أطيب ما يجد أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا الذي بيدكم والذي عندكم والذي استنبتموه من الأرض هو من فضل الله أخرجه الله لكم من هذه الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين ضع نفسك في مكان هذا السائل في مكان هذا الفقير هل إذا أنفقت هذا المال الخبيث لو كنت أنت في هذا المكان هل تقبله هذا ميزان إذا كنت لا تقبله أنت لو كنت في هذا المكان فمن باب أولى أنك لا تقدمه لأخيك المسلم لا تقدمه لأخيك المسلم إذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا إذا كان بكراهية ومشقة يمكن أن تأخذوه لكن إذا كنتم في الأحوال المعتادة لا تقبلون به فعاملوا إخوانكم بمثل هذا لا تعطوهم إلا الشيء الذي تقبلونه لأنفسكم والله سبحانه وتعالى غني عن أفعالكم غني عن ما تقدمونه حميد شاكر لمن بذل ما يستطيع يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى هنا بأمر عظيم يعرض في قضايا الإنفاق لكثير من الناس أمر عظيم يعرض في قضايا الإنفاق ما هو هذا الأمر العظيم وسوسة الشيطان وتسويله تعرض في هذا الباب الإنسان يريد أن ينفق فيأتيه الشيطان ويقول له هذا كثير أولادك أحق به أنت الذي تعبت فيصرفه عن هذا الشيطان لا يريد للعبد أن يسلك السبيل الذي يرضى به الله عنه الشيطان يعيدكم الفقر كيف يعيدكم الفقر يخوفكم من الفقر فيما لو بذلتم وأنفقتم في سبيل الله ويأمركم بالفحشاء يأمركم بأن لا تنفقوا أو يأمركم بأن تنفقوا الشيء الرديء الشيء الذي لا يقبله الواحد هو بنفسه المنفق والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا قارنوا بين الأمرين بينما يأمر الله به وبينما يأمر الشيطان به الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لا يقودك إلا إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى كل فاحشة يرتكبها الإنسان في هذه الحياة وراءها الشيطان هو الذي سول له هذا الأمر فقبل بتسويل الشيطان لكن الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا يعيدكم على التزام شرعه يعيدكم على ابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى بإحسان القصد بتخليص النية فيما تقومون به من العمل والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم لا تخفى على الله خافية الله عليم بكل عمل يعمله الإنسان هل قصد به وجه الله أو قصد به شيئا آخر قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما هي الحكمة؟ هذه نعمة منا من أوتي الحكمة امتن الله سبحانه وتعالى عليه بفضل عظيم ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة هي الكتاب والسنة ودواع العقل وحسن التصرف هذا هو الحكمة أن الإنسان رزقه الله علما ورزقه فهما ورزقه عقلا يتصرف به يحسن التصرف به يؤتي الحكمة من يشاء وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى لأنها إيتاء منه تفضل منه سبحانه وتعالى مثل الهداية الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كذلك الحكمة قال يؤتي الحكمة من يشاء من فضله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة من أعطي هذا العطاء الجزيل فقد أوتي خيرا كثيرا من معاني الحكمة كما يذكر العلماء قالوا إصابة الحق بالقول والعمل إصابة الحق بالقول والعمل فتجد إنسانا كما نقول موفق إذا قال قبل قوله وإذا تصرف قبل تصرفه وإذا دخل بين متخاصمين أصلح بينهم وإذا مشى في أمر تم هذا الأمر هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يعني هذا كله رد وتذكير بما تقدم هذه الأحكام والآداب والشروط التي ذكرت في الإنفاق وطبيعته وفضله والأمور التي تبطله وتذهب أجره هذه كلها لا يتذكر بها إلا من كان له لب من كان له عقل ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار كل شيء في ميزان الله سبحانه وتعالى لا يغادر الكتاب الذي يسجل على العبد في عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مسجل عليه وقصده معلوم من عمله هذا وقد يظن بعض الناس أن الإنفاق لا يقبل إلا إذا كان شيئا كثيرا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لكن ينبغي أن يتحرى الإنسان في إنفاقه هذا وجه الله وأن يلتزم بالشروط التي بيّنها الله سبحانه وتعالى أن ينفق من الشيء الطيب الذي يقبله هو الذي يقبله هو قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار مهما حاولتم أن تلبسوا أن تغيروا أن تؤثروا على الناس في هذه الحياة الدنيا إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ثم جاء بعد ذلك جاءت هذه الآية تبين فضل الصدقات ما هي أفضل الصدقات الإنسان أن يتصرف أن يتصدق علانية أو أن يتصدق سرا هذا مع استحضار واستصحاب النية الخالصة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والبعد عن الرياء والبعد عما يحبط العمل من الأذى والمن ما هي الصدقة الأفضل هل هي صدقة السر أو صدقة العلانية فالله سبحانه وتعالى قال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي يعني إذا كان تصدقتم وأنتم تراعون شروط الشرع في الصدقة وأعلنتم ذلك أمام الناس فلا بأس بذلك ما دام أن هذا أمر يبتغى به وجه الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذه صدقة السر أفضل من صدقة العلانية هذه هي القاعدة القاعدة أن صدقة العلانية وصدقة السر بينهما مفاضلة إذا توافرت في هاتين الصدقتين شروط القبول عند الله سبحانه وتعالى فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لماذا؟ لأن صدقة السر أبعد عن الرياء صدقة السر أبعد عن الرياء إنسان عندما يسر هذه الصدقة ويعطيها من يحتاجها بدون أن يشعر به أحد هذا أبعد ما يكون عن الرياء لا يخشى عليه من الرياء لكن إذا تصدق بها علانية وهو يقصد وجه الله وابتعد عما يحبط العمل فلا بأس بذلك لكن صدقة السر هذه أبعد عن الرياء جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا المعنى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني هؤلاء الأصناف السبعة تحت ظل عرش الرحمن في عرصات القيامة في عرصات القيامة يوم تدن الشمس من الخلائق ويبلغ بهم الكرب مداه هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تحت ظل عرش الرحمن من هم هؤلاء السبعة الأصناف قال إمام عادل إمام ولي أمر للمسلمين عادل وتحمل وصبر بينهم الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك بأن يجعله تحت ظل عرشه في يوم القيامة قال من والثاني قال وشاب نشأ في طاعة الله شاب مع وجود هذه الطاقة والقوة التي عند أمثاله من الشباب والتي يمكن أن يدخل منها الشيطان فيحرفه أو يصرفه هو ما استجاب استقام على أمر الله وشاب نشأ في طاعة الله ورجل ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما بينهم مصلحة من مصالح الدنيا لكن محبة في الله لما يرى فيه من الخير والهداية يستأنس به ويقتدي بعمله وإذا غاب سأل عنه وإذا حضر يعني شكره وإذا ضعف ذكره هذا المحبة في الله ليست لشيء من أغراض الدنيا طيب قال ورجل قلبه معلق بالمساجد بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه همه المسجد هذا في ذهنه صلى وخرج لكن في ذهنه متى يرجع إلى المسجد ها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه جالس ينتظر أو يقرأ أو يذكر فتذكر وعد الله ووعيده وفضله وعقابه وثوابه فخشي على نفسه فبكى من خشية الله وهو خالي ما عنده أحد ما هو أمام الناس حتى يقال والله هذا خاشع وهذا ويثنون عليه لا بينه وبين نفسه ذكر الله خاليا ما عنده أحد ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال دعته إلى نفسها ليفعل بها الفاحشة دعته وهذا مما يحركه الشيطان ويحبه ها فقال لها إني أخاف الله رب العالمين امتنع عنها مخافة لله والأخير من قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما تنفقه شماله هذه صدقة السر ها هذا صاحب صدقة السر تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى ها قال ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذا كله عند الله سبحانه وتعالى لكن بعد هذا كله فيه أيضا الآيات هنا بيّنت لنا مراتب الإنفاق مراتب البذل عندنا الآن الصدقة هذه لابد تكون من الحلال الطيب ولابد أن يبتغى بها وجه الله ولابد أن يبتعد الإنسان فيها عما يحبط العمل ولابد أن يتخير الطيب نعم كل هذا جيد لكن وأحسن الصدقة صدقة السر وصدقة العلانية مقبولة ومحبوبة لله لكن صدقة السر أعظم أجرا أعظم أجرا هناك أيضا استثناء من صدقة العلانية يعني الآن نقول صدقة السر أفضل من صدقة العلانية لكن في بعض الأحوال صدقة العلانية أفضل كيف يعني عندما يترتب على هذه الصدقة تشجيع وحث للناس على الخير هو يبتغي بها وجه الله لكن ترتب على عمله هذا فضل كثير آخر وفيها قاعدة عندنا في الشريعة أن النفع المتعدي خير من النفع القاصر النفع المتعدي هنا الذي ينتفع به المتصدق هو الأجر الذي يحصل عليه لكن إذا انتفع بهذا غيره فيه النفع متعدي انتفع به الناس هذا نفع متعدي هذا أفضل فيه قصة قصة رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله وتعالى يقول إن النبي إنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ذات يوم من الأيام ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا بجماعة من المسلمين قد قدموا عليهم من الجهد والبلاء والفقر والحاجة ما لا مزيد عليه يقول متقلدي يعني يلبسون النمار ما معنى النمار ليس لهم من الثياب ما يسترون به أجسادهم إلا جلود الضأن ما عندهم ثياب يعني كانوا في غاية من الحاجة والذل والفقر فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصح قال فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجه النبي عليه الصلاة حزن لهم ثم قام بعد ذلك حضر وقت الصلاة فأمر فأذل للصلاة وأقيمة الصلاة فصل بهم ثم خطب الناس النبي عليه الصلاة عليه الصلاة فقال فقال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ثوبه تصدق رجل من صاع تمره من صاع بره تصدق رجل من صاع تمره فالنبي عليه الصلاة إنما قال ذلك ليحث الناس على الصدقة ما عنده شيء ما عنده خزائن ينفق منها على هؤلاء وهو يرحمهم قال في هذه الأثناء فجاء رجل من الأنصار انتبهوا لهذا المعنى قال فجاء رجل من الأنصار بصرة يحملها صرة فيها مال قال كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت من كبر هذه الصرة جاء بهذا المال فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلما وضعه ماذا حصل تتابع الناس على الصدقة قام الناس يتصدقون من عنده مال من عنده ثياب من عنده طعام قال حتى اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب لمن هذا لهؤلاء المساكين قال فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا موقفين موقف الأول أنه تمعر وجهه عندما رأى حالهم وليس عنده شيء يقدمه لهم والحال الثاني عندما رأى تسابق الناس للصدقة وما حصل من الخير هذا لإخوانهم قال فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مذهب قنديل هذا المذهب عندما يضع تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف البشر في وجهه إذا سر النبي عليه الصلاة والسلام يظهر هذا في وجهه عليه الصلاة والسلام ثم ماذا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال هنا مشيدا بعمل هذا الرجل الذي جاء بصدقته هذه الكبيرة قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دل على ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا هذا فضل الرجل هذا اكتسب مثل أجور المتصدقين كلهم لأنه بادر فشجعهم على الصدقة وهذا ثناء من النبي عليه الصدق فإذا كانت صدقة العلانية مثل هذه فلا بأس هذه أجرها أعظم لأن فيها تشجيعا وحثا للناس على الخير هذا الأمر في صدقة السر وصدقة العلانية لكن تأتي معنا الآية هنا تبين ما هي الأولويات التي ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم عليها في صدقته يتصدق كل هذا عند الله مقبول لكن فيه صدقة لها فضل أكثر من أجر من فضل غيرها ولها أجر أعظم من أجر غيرها النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أن الصدقة على القريب لها أجران صدقتان صدقة وصلة صدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة هي صدقة واحدة لكن انضم إليها أنها أصبحت صلة لهذا القريب ففيها صلة قرابة وفيها أنها صدقة هنا ربنا تبارك وتعالى يبين من هم الأولى بهذا الإنفاق قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به علي هؤلاء الفقراء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وليس لهم من أسباب الحياة ما ينتفعون به ما عندهم شيء هؤلاء أولى بالصدقة لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهم جمعوا إلى الفقر والحاجة التعفف عن المسألة التعفف عن المسألة يعني لا يسألون الناس إلحافة إذا رأاهم الرأي يظن أنهم أغنياء لماذا؟ لأنهم لا يسألون الناس لا يمدون أيديهم لكن هؤلاء واجب على إخوانهم أنهم يبحثوا البحث عنهم يجب أن يبحث الإنسان المسلم عن هذه الفئة المتعففة هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافة المحتاجون والفقراء صنفان كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحج المعتر المعتر من هو؟ هذا الذي يمد يده ويتنقل عند هذا وعند هذا وعند هذا اعطني وتصدق علي أنا محتاج هذا المعتر لكن فيه صنف آخر لا يسألون الناس إلحافة محتاجون لا يسألون الناس إلحافة هؤلاء هم أصحاب الحاجة الحقيقية الذين يجب علينا أن نبحث عنهم وأن نختصهم بصدقاتنا أولا لا يسألون الناس إلحافة وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا الأكلة والأكلتان إنما المسكين الذي ليس له مال يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه هذا هو الذي يجب أن نبحث عنه وأن نتحرى وهذا فيه تأديب وتذكير للمتصدقين والمنفقين أنهم لا يلقون بصدقاتهم كيفما اتفق عليهم أن يبحثوا عن ما يحتاج هذه الصدقة حتى ولو وقعت هذه الصدقة في يد من لا يستحقها هم بذلوا ما عليهم لكن الإنسان المنفق المتصدق عليه أن يتحرى وأن يبذل وأن يحرص على أن يتصدق على المحتاجين وهذا أيضا فيه تنبيه للذين يتخذون السؤال حرفة فيه بعض من الناس يتخذون المسألة سؤال الناس وطلب التصدق حرفة مهنة ما عنده شغل إلا هذا يسأل هذا ويسأل هذا ويدعي الفقر من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر هذا لا يجوز ويأتي الرجل في يوم القيامة كما جاء في الحديث وليس في وجهه مزعة لحم سقط لحم وجهه لأنه يسأل الناس من كثرة سؤال الناس سقط لحم وجهه وهذه فضيحة في يوم القيامة والعياذ بالله فالإنسان عليه أن يستعف ما استطاع وإذا احتاج عليه أن يسأل بالحسنة وإذا وجد ما يكفيه عليه أن لا يستزيد أن لا يجعل هذا بابا من أبواب الاستزادة وأبواب الارتزاق ثم ختم موضوع الإنفاق هذا الأمر العظيم الذي بيّنته لنا الآيات في طبيعة الإنفاق وشروطه وآدابه ومن هم الأحق به الله سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا هذا كله مطلوب الإنفاق في سبيل الله كله مطلوب لا تظن أنه إذا لم يتيسر لك الإنفاق سرا أنك لا تنفق علانيا لا أنفق أنفق في السر وفي العلانيا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا يعني يبتغون بذلك وجه الله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا تأكيد على أن الإنفاق بنوعيه العلانية والسر كله مطلوب المهم أن الإنسان يبتغي بإنفاقه هذا وجه الله فأجره عند الله سبحانه وتعالى ولا يضيع عليه شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين أن يغني فقيرهم وأن يعيل ويكفل محتاجهم وأن يشفي مريضهم وأن ينصر مظلومهم وأن ينتصف لهم من عدوهم اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها أنك على كل شيء قدير ونسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه وأن يتقبل منا صالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر